المساجد التي تشد الرحلة يعني النسان يشد لهم الرحل ويسافر لهم ويمشي لهم ويصلي فيهم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فما يمكن أن نخطوه دون الحديث عن فلسطين فلسطين ميرات الأجداد خصوصا القدس خصوصا المغاربة عن تاريخ المال أن هناك حي المغاربة وهناك يعني بزر دي الأثار لتدل على المغاربة أنه الأجداد ديالهم كانوا هناك وسكنوا هناك وجاوروا المسجد الأقصى على كل حال ما ننسوش كذلك بأن المسجد الأقصى بالإضافة أنه يعني أولى القبلتين ثالث الحرمين فهو مسر النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلمanga أسري به إلى هذا المكان وصلى بالأنبياء هناك وهذه إشارة إلى شهرة ولاية النبوة ولاية القدس وولادة الأآخرين انتقلت من جميع الأنبياء الذين مروا من هنا وانتقلت إلى أيدي المسلمين وإلى أيدي هذا النبي هذا الرسول الأمي الذي أما المسلمين أما الأنبياء في هذا المسجد في ليلة الإسراء والمعراج في هذه المعجزة الكبيرة فكذلك المسجد الأقصى هو يذكرون بالعهد العمرية العهد الذي اتخذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين فتح المسلمون الشام وفتحوا القدس والآخرين كيف عامل كل الأجناس الذين كانوا هناك كيف عامل أهل الكتاب سوى النصارى أو اليهود هناك وابقاهم على ديانتهم وآمر وبل نصح كل الولاد أن يحسنوا إليهم باعتبارهم أهل كتاب ويجب الإحسان إليهم فعلى كل حل فلسطين مرت بأحداث أحداث أليمة جدا هذه الأحداث يعني جعلت المسلمين يعيشون في الفلسطين أو يعيشون في القدس يعني مآسي ومصائب صراحة العدو الصهيوني عبر التاريخ كان يعني تيقول للناس حاول أن يرسخ في فكر الناس الإنسانية ككل أن هذه القضية قضية فلسطين هي قضية فقط العرب ليس قضية المسلمين أو قضية الإنسانية أو قضية المسيحيين ثم بعد ذلك عندما ترسخ هذه الفكرة في العقول العرب يعني رسخ theme انتقل إلى نقطة أخرى لأن هذا تدرج انتقل إلى نقطة أخرى وهي أن يوهم الناس بأن هذه القضية ليست قضية عرب هي قضية فلسطين بحدهم ثم كذلك وهمهم كذلك الفلسطينيين بنفسهم بأن هذه القضية ليست قضية كل الفلسطين بل هي قضية ناس فقط غير في القدس يعني بدأ يجزي إلى أن وقع ما وقع وما نراه الآن يعني ما نراه الآن هو يدمي القلوب صراحة لما تنشوف الموت يعني في فلسطين بهذا الشكل الفضيع وبهذه الطريقة يعني البشعة سبحان الله العظيم ما شاء الله المسلمون يقتلون بهذه الطريقة يعني يقتلون بالقنابل يقتلون به تخيلي أن يعني من من هرد حدث لي وقع الآن في فلسطين من هردت تقريبا ما يقارب وصلة الألفين طول دي القنابل التي سقطت على غزة ذهب ضحيتها وناس إلى آخره نحن ضد قتل الأبرياء من كيف مكن ديانة دياله كيف مكن نوع دياله نحن ضد هذه الأمور الإسلام يأمرنا أن نحسن إلى الجميع وأن لا نسفك دما بغير حق فأكل حال قدس أو فلسطين لها مكانة خاصة عن نحن كمسلمين وتقريبا قرابة مئة سنة على اغتصاب فلسطين اغتصبت وأخذت من أيدي المسلمين ومن طرف جماعة سهيونية لا علاقة لها باليهودية لأن اليهودية الحقيقية أنا حسب علمي وحسب لأن تقصص ديالي أقولها قلت هون عودة تقصص ديالي الأديان والعقائد حسب ما درسته ودرسني أساتدتي أن وفي التورات كذلك في التورات كذلك أن الدين اليهودي يحرم على اليهود أن يدخلوا في لسطين لأن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم في التورات عندما رفضوا لانصياء لأمر موسى بأن يدخلوا الأرض المقدسة رفضوا قالوا قالوا لموسى قالوا لي اذهب أنت وربك فقط لأنها هنا قاعدون أرض عليهم سيد ربي قال إنها محرمة عليهم فاليهود يعرفون هذا يعرفون أن فلسطين أو القدس أو المسجد الأقصى هذا محرم عليهم لن يطأوه إلى أن يريت الله الأرض ومن عليها فلذين يوجدون الآن فلسطين ليسوا يهودا حقيقيا هم يعني صهاينا عصابات أما اليهود الحقيقيون فهم موجودون في أنحاء العالم وهم موجودون الآن موجودون في أنحاء العالم ويشيرون إلى هم يقولون بأن الموجودين الآن فلسطين هم عساط ولا علاقة لهم باليهودية الحقيقية ولا لا علاقة لهم بالتورات ولا بالعلاقة لهم بموسى الصهاينا يعلمون ذلك ولذلك يعني في الدين اليهودي يحرم على كل يهودي حقيقي يؤمن بالكتاب والسن بالكتاب عفوا الذي منزل على موسى يؤمنون بأنه لا ينبغي الدخول إلى تلك الأرض فهي محرمة عليه بنصوص التوراة ونصوص الكتب الدينية الثلاث الإنجيل التوراة القرآن الكريم فلسطين نحملها في قلوبنا نحملها في عقولنا لا يمكن أن نتخلى عنها يعني سبحان الله العظيم الشعوب العربية الآن يعني لا يوجد مكان إلا وفيه مظاهرات وفيه التنديدات وفيه رفض إلى آخرين رفض لما يحدث في هذا المكان في هذه البقعة نحن شوف من الجانبين نرفض السفكة الدماء من الجانب من كل جوانب نرفض لأن الدين دي لنا لا يسمح بذلك والبادي أضلما في الحرب هذا شيء آخر يعني لما تكون الحرب البادي أضلما فأنا كل حال ولكن سفك دماء الأبرياء الإسلام يحرمه من أنا أتنقى هذا المبدأ دياني من جميع الأجناس من جميع الطواف الإسلام يحرمه سفك دماء الأبرياء كيف مكان لكن إذا لما تتوصل المسألة إلى الحرب ويكون المعتدي هو شخص صهيوني لما يحاصرني ويعصرني ويكون رزقي ويخنقني لما لا كده إلى خريفة هذا نوع من الحرب الخطيرة اللي لا يمكن السكوت عنها فالفلسطينيون يدفعون عنفسهم يرون المسجد الأقصى يتنتهك حرماته يوميا من قطعان الصهاينة لا أقول اليهود حشى لله أن اليهود يدروا هذا لأن اليهود يعرفون بأن ذاك المسجد رأى محرم عليهم واللي بغا يقرأ التوراة اقرأوها اقرأوا التوراة اقرأوا الإنجيل اقرأوا القرآن الكريم تجدون أن هذه الأرض محرمة على اليهود واليهود الحقيقيون يعرفون ذلك فما نره الآن هم قطعان صهاينة وناس لا علاقة لهم بيهودية وناس يعني لصقت لهم أسماء يهود وجيء بهم من جميع أطراف العالم ثم استقروا هناك فنحن كمسلمين يعني يجب أن نحمي لعب فلسطين كيف لي تقول لي يرى هذه القضية دي الفلسطين بحده فلسطيني بحده الناس دي القدس بحدهم لا هذه قضية كل مسلم كل مسلم يؤمن أن لا إلى الله وشهد أن لا إلى الله فهو مسؤول عن فلسطين لان هذه مقدسات المسجد الحرام المسجد نبيه في المدينة المنورة ثم المسجد الأقصى هذه الحرومات سيسأل عنها كل مسلمين في العالم كل مسلم ماذا قدمت لهذا المسجد ماذا قدمت لهذه الأرض لتبقى صالحة سلمة تبقى على الإسلام تبقى على الخلافة الإسلامية سنقف أمام الله عز وجل وسنسأل عن فلسطين لأن الصهاينا يعملوا على أنهم تغسلهم بأن هذه قضية ماشي ديالكم العرب هذه قضية بحث فلسطيني كذا كذا إلى خير فهذا الاستطار السهيوني أخذ كل الأراضي الفلسطينية كل الأراضي العربية هناك ما شاء الله فعل ما فعل حتى الشجر أشجر الزيتون اللي عندها ربعمائة سنة خمسمائة سنة اقتلعت جذورها وعروقها يعني غريب 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 فنقول أن كل مسلم في العالم مسؤول عن فلسطين مسؤول أن يقدم ولو أقل ما يمكن تقديمه هو الدعاء أن ندعوها الله سبحانه وتعالى وأن ندعوها لإخواننا وأن نصورهم بالكلمة الطيبة بالحكمة بالتعريب بقضيتهم أن لا نقبل هذا الهوان وهذا الدل الذي يعيشه المسلمين هناك فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأرض هذه أرض يعني من هارت سلمها النبي صلى الله عليه وسلم وصلها بالأنبياء هي أرض إسلامية ثم فتح عمر ومن ذلك الوقت وهي إسلامية رغم ما تعاقب عليها في التاريخ من حروب صليبية وحروب كذا واستيلاء ثم أخرجوا من المسلمين ثم تعاقب تتبقى أرض إسلامية وأن هذه الأرض هي المكان الذي سيحشر منه العباد وأنها أرض المحشر لأن أرض الشام هي أرض الشام هي فلسطين هي سوريا هي لبنان هي الأردن وجزء من أنطاكيا يعني من تركيا هذه كلها يعني الشام الشام الذي ستعرف أحداث نهاية هذه الدنيا يعني الدنيا الآن أنا أقول أن الدنيا الآن أقبلت الآخرة وأقبل يعني وعد الله وما نراه على وجه الأرض أحداث ولكن تتذكروا إخواني اللي كيتبعوا البرنامج قلت في 2020 2021 قلت لكم أن العالم لن يعود قبل يعني إلى ما كان عليه قبل 2020 لكنك عايشينه قبل 2020 قبل 2019 2018 2019 2016 2016 2000 جوج 2020 لأن الأحداث اللي الآن تقع على وجه الأرض أحداث تشير إلى أننا بدأنا مرحلة نهاية هذا الكون السنن يعني المخلوقات الكونية الفضاء وكذا وكذا كنتشوفوا هذه التغيونة اللي وقع وشعبات الله كين شي بحال هذه الأقدادة يعني شهر عشران أكتوبر في بلادنا كتكون الأرض شبعات مام والآن تنشوفوا الشمش يعني طالعبها كأننا في عز في حر الصيف ها تنشوفوا هذه الأحداث هذه هذه الزلازل هنا هناك تنشوفوا هذه الأوبئة هذه الطفانات هذه يعني ألا تشير هذه الأشياء هذه ألا تشير إلى أننا مقبلون على أحداث يعني واللغس نبقى هنا عسين تن القورسنا هز كما يحدث في بعض البلدان فأنا أقول أن القدس أو فلسطين أو الشام هذه الأرض التي ستعرف نهاية الدنيا ثم سيكون المحشر ثم ذاك الحديد ديال نبي صلى الله عليه وسلم اللي فيه الآلبات ديالساعة وأن آخرها نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم إلى أرض الشام وهنا سيجمع الناس وهنا سيكون الحساب وغادي يكون وغي يكون وغي يكون لا إله إلا الله ففلسطين تذكرنا بهذه الأحداث فلسطين لها مكانة عظيمة لا تزال كما قال نبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن في فلسطين الناس سيبقوا تابتين وشدين في الحق إلى أن يأتي وعد الله فالله سبحانه وتعالى يصنع الأحداث يصنع الرجال يصنع الناس الذين سيتحملون مشعل هذه الأحداث الأخيرة والأيدي المتوضئة الأيدي الطاهرة العقول الصحيحة الصالحة التي تتعرف ما تدير وليس بالنعاج وبالخراف ستنتصر الأمة ونقف على جينا ونواجه الأعداء إلى آخره فالانطلاق من هذه الأشياء وأن فلسطين واجب علينا أننا نصروها وأننا القضية اللي هم نعرفه بها انطلاقا من الحديث كثير وتعاون على البر وتخول تعاون على الإتم العدوان المسلم كما قال نبي سعلم في الحديث المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه أي لا يتركه لعدوي من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته وما فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلم ستره الله يوم القيامة مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل جسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمة يعني احنا 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 الآن في الدنيا يعني الإنسان تفكر في نسو ولكن يوم القيامة قد نقف أمام الله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي قد يقول سيد ربي كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعودني قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعود أما علمت أنك لو عدته لو وجدته لو وجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني النصر جيعين نصر جيعانين نصر ما عندهم ميدار نصر أمراض نصر عندهم آلام عندهم 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 اش قدمتي فاستطعمتك فلم تطعمني قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين انت ما تحتاج للأكل انت منزوين عن هذا قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلانا فلم تطعم ناس في حاجة إلى الأكل أما أما علمت لو أنك أطعمته لو وجدت ذلك عندي يا ابن آدم استطعمتك فلم تسقني لم تسقني أما إنك لو سقيته يعني شي حد كانت سوى نعم أما علمت فقال استطعمك عبدي فلان فلم تسقه أما علمت لو سقيته لو وجدت ذلك عندي هذا الحديث أن ناس تتلقى ناس المشامعة ديالنا في حاجة إلى هذه الأشياء يعني المفهومة أستاذ أو المعنى بينقوسا يعني ديال هذا الحديث أنه يعني أنه يعني كتتعامل مع الله يعني مني كتتكرم الناس بحالي لا تتكرم الله أي إنسان أي إنسان مريض خصوك معه ولكن نحن تنسوحه حسب التصرفات ديال الشخص كانت تعاملوا مع كل إنسان حسب التصرفات دياله ربما يغيب أو لما ينشقى عندنا هذا المعنى إذا بدأ لأنه راكم شي عنده المريض حيط الله تماغ نوكله حيط بحالة وكلت الله يعني هذا أول مرة نستوعب جيدا يعني هذا الحديث بحاله شوف الحديث هذا ما قالش للمسلم أي واحد عبدي مريض وما قالش ضريف ولا مزيان ولا مزيان يعني أي إنسان حتى ولو يكون مسلم تولو كيف ما تشوف وحد إنسان تيموت بجرع كيف ما بغي كل نوع وإلى العكس أو تاني إلى أديته نحن نحن مثلا غير والدي لولاد ما خارقينهم شوالك شوف فما بالك خلق الله يعني الله سبحانه وتسعى الإداء فيه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فهنا شنو بغيت نقول بهذا بغيت نقول أن بالإضافة إلى المرض والجوع والعطش والحاجة عندنا في المجتمعات فكذلك هناك أناس في أشد الحاجة إلى هذا مثل مثلا إخواننا الآن محاصرين في فلسطين يحتاجون إلى هذا والحمد لله أن المغرب دائما كان صباقا إلى إرسال جلالة الملك دائما كان صباقا إلى إرسال المساعدات إلى إرسال أن يسوأ الأغضية أو الأدوية أو مستشفية الدار تم مستشفى العسكري تم في غزة فلسطين أنه لعلاج وتضميد جراح وتقديم المساعدات الطبية وصحية إلى إخواننا الفلسطين هناك فنحن كمسلمين اليوم أمام هذا الحدث الكبير يعني كلنا سنسأل عنه أمام الله ونسألوا على هذا الحدث ونسألوا على ما يقع في فلسطين الآن ماذا قدمنا لها مرحبا من جديد مواصلين معكم في برنامج دين ودنيا مع فضيل الأستاذ داعي والشيخ الأستاذ عبد الرحمن سكاش إلى غاية منتصف النهار بعد ما تكلمنا على أحداث غزة غاية نتكلموا كذلك على المطر أستاذ وقيلة المطر مكره ناشي ومن عندك جميع المستمعين أنا جاي أنا جاي يعني وأتحرق لما آلت إليه الأمور يعني في هذه الوقت دارة قلت قبيلة يعني دبعنا في شهر عشرة والأمطار يعني تأخرت فوالله أنا أرفع أكف الضرعة وأدعو إخواني وأخواتي في جميع ربوع المملكة حتى خارج المملكة الله يجزكم بخير المهزو يدكم ونحاول وندعوه بقلوبنا مع ما قلوبنا الله يجزيكم بخير وبعد هذا الدعاء الإنسان في الصلاة يلوف في الضاروف كده يخصص وحد الوقت دي الدعاء يا رب تسقنا رأى المسألة مصيرية يا الإخوان عباد الله أخوتي أخوتي رأى المسألة مصيرية والله نقول شليا وإحنا ما لنعضب رأى المسألة مصيرية كما كي يقول للشعير النار في دارك شبت فتقدم يا حاميها رأى لا حولة والأخوة إلا بالله فالله ما سقنا الغيط الله ما سقنا الغيط ولا اجعلنا من القانطين يا مولانا إنك تعلم ما ألت إليه أمورنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا لما إن العباد والبلاد والبهائم في أمس الحاجة إلى الغيط اللهم ما سقنا الغيط ولا اجعلنا من القانطين اللهم ما سقنا الغيط ولا اجعلنا من القانطين اللهم ما سقي عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت اللهم اسقنا غيتا مغيتا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا عاما طبقا صحا دائما اللهم اسقنا الغيتا ولاجعلنا من القانطين اللهم اننا بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكو إلا إليك اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الزرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إننا نستغفرك إنك كنت غفارة فأرسل السماء علينا مدرارة اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارة فأرسل السماء علينا مدرارة اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارة فأرسل السماء علينا مدرارة اللهم يا رب العالمين يا أرحم الرحيمين اسقنا الغيت ولا اجعلنا من القانطين اللهم أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أدركنا بالغيت يا رب العالمين اللهم أدركنا بالغيط يا رب العالمين تبنا إليك تبنا إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك مما عملنا ومما عمل غيرنا ومما فعلنا ومما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤخذنا يا مولانا بدنوبنا وأنت الحليم الكريم إلى من تكيلنا إلى بعيد نتجهامنا أم إلى عدو ملكته أمرنا اللهم سقينا الغيط يا رب العالمين اللهم سقينا الغيط ولا جعلنا من القانطين اللهم من علينا بسقية تحيي بها أرضنا اللهم سقنا الغيت اللهم سقنا الغيت يا مغيت يا مغيت يا من قلت في كتابك وهو الذي ينزل غيته من بعد ما قانطه وينشر رحمتك اللهم أنزل علينا الغيت يا رب العالمين اللهم انشر علينا رحمتك يا رب العالمين اللهم انشر علينا رحماتك يا رب العالمين يا أرحم الرحمين نسألك بأسمائك الحسنة يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا حي يا قيوم يا رحيم يا رحمن يا ذا الجلال ولكرام يا رب العالمين يا الله لا تأخذنا بدنوبنا يا مولانا نعترف لك بما فعلنا وبدنوبنا وكل شيء فعلنا لا تكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم أسقنا الغيط يا رب العالمين يا ربي من أجل أطفال الردع والشيوخ الركع والبهائم الجيع اللهم أسقنا الغيط يا رب العالمين يا أرحم الرحيمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين من لنا غيرك يا رب العالمين أرحمنا فارحمنا برحمة ترحم بها قلوبنا ترحم بها أرضنا أمين 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 يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين لا تردنا خائب يا رب العالمين يا رب اعترفنا لك بدنوبنا ونعترف لك بدنوبنا فعلنا ما لا يرضيك فاغفر لنا وتب علينا إنك أتى التواب الرحيم نستغفرك إنك كنت غفارة فأنزل السماء علينا مدرارة أمين 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 يا رب العالمين اللهم أمين طبعا نتسلمنا وأنه الكل يأمم معنا والكل يعني يدعو الله سبحانه وتعالى لأنك في مقال الأستاذة دمسألة ما كتهمش الفلاحة بحدهم ولا فكتهم الأمة كاملة ولا تتدروا رغم تتدروا كاملين الله يجزل المطر والغيت ويغيتنا يا رب أن نوصل معكم على بركة الله ومع الأسئلة دي لكم هذه المرة المباشرة اللي غن ناخدوها على 05-22-3005-36 05-22-3005-36 أما للاتصالات دي لكم أو للرسائل دي لكم تفات قدروا إلا ما سعبكم مش الحد أنكم توصلوا معنا مباشرة عبر الخط الهاتفي أنكم توصلوا معنا من خلال الرسائل على الواتساب اللي هو الرقم 06-65-88-44-47 06-65-88-44-47 أو لا على صفحتنا على الفيسبوك كذلك ستلقى المنشور الخاص بدين ودنيا وتخليوا تحسن منه التعليق أو لا السؤال دي لكم أول سؤال أستاذ يقول نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا مستمع يقول سولي لنا الشيخ المحترم شنو هو حكم الشرع في الزوجة اللي كاتسب الزوج ديالها وكاتشتمو بالكلام الساقط وكاتسب لي الوالدين دياله رغم أنه ربعين سنة ديال العشرة ورزقنا بثلاثة ديال الأطفال شنو الحل بيني وبين هاتسي شنو غندير واش نزيد نصبر رغم أنها كتقول يعني قطعت عني حتى الفراج يقول منعتني منه وشنو حكم الشرع في ذلك أولا لا ينبغي المسلمين تكون بهذه الأخلاق مع الزوج ديالها كما أنه الزوج كذلك لا ينبغى أن يكون بمثل هذه الأخلاق مع الزوج ديالها فهذه أخلاق سيئة هذه أخلاق يكرهه الإسلام هذه أخلاق يكرهه الله سبحانه وتعالى ويكرهه الرسول planet المرة تكون بهذا السلوك وهذا الاخلاق مع الزوج دياله سبحان الله عظيم فهذه امرأة مشاكسة كلها سوء فنحن نعرف بأن المرأة التي تعامل زوجها بهذه الطريقة أو بهذه الشكلة لن تدخل للجنة حتى يرضى عنها زوجها كما أخبر النبي سعى سلم بزادي العيلات غالطين وبزادي الرجال غالطين أحدهما أنه بالإساءة إلى الآخر سننسي الآخر راني صافي رافرت الوجود ديالي قدرت إلى خيري لا شي بالطريقة هذه المرأة تتفرض الوجود ديال على زوج دياله بأخلاقها بقلبها بحبها بالتعامل دياله التعامل سحري اللي كيخلي الرجل يعني يكون دائما رهنة إشارتي زوجتي وكذلك الزوجة تتخلق يعني السعادة وتتسحر زوجيالها كذلك باش تكون دائما رهنة إشارتي تتكون دائما رهنة إشارتي وتيكون دائما رهنة إشارتها بهذه السلوكات أما بالسب والقدف والشتم والإهانة في البيت دياله وإنسان تتلقى صابر مسكين على ولدات وتيقول لك أنا صابر أنا ما نخذرش أنا عندي ولدات عندي كذا عندي كذا يعني هل هذه السيدة كتفكر في الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى والله المرأة اللي تتعامل مع الزوج ديالها أو للزوج اللي كي يتعامل مع الزوج دياله بحالك لن يروح رائحة الجنة ولن تروح رائحة الجنة إذا إذا كانت المرأة دي سيئة الأخلاق مع الزوج ديالها ويعني دائما سبوا القدف فكيفش بغيتيها تدخل الجنة لا ما يمكنش خيركم خيركم لأهلي أحسن شيء هو أن يكون خيرية في السلوكات في التعاملات في الكلام في راه زوجك هذي راه زوج ديالك راه ربي سبحانه وتعالى كرمك بي تفكري فيه أنه في يوم الأيام كنتي يعني كتقولي هو الزوج نجوجه هانتي دابت زوجيا هانتي دابت فرعنتي هانتي يولي تيو حد أخرى وبزاب من هاد المرأة هذي بزاب من هاد النوع دار كينين في البويوتات في مفرعنين تقاضي الراجل درويش وهانيعم في الزنقة في الدار في الخدمة وهانيعم كيتكتمنها كل مرة تقولك سعدات اللي عندها بحال ذاك الرجل ولكن من هي كيدخل للدار كيلخا قدام واحد اللفعاه كيلخا قدام واحد الكبرى غير كيدخل كتنهشو بالكلام بالتعاملات بالمرأة ديالحياة الكلام الخيب كيفاش كيفاش واش كتفكر بحال ديالمرأة ديالمرأة تفكر بأنه را 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 الأحاديث كثيرة أنه المرأة راهي لما رضاش عليها زوجة لن تروح رائحة الجنة وكيفاش يبغى تدخل الجنة يعني والزوج ديالها يعني سخط عليها بهذا الشكل هذا القلب ديالي يعلم الله كذلك القلب دياله هو ليطر حد سؤال دمسكير المرارة يعني نشمو مريح هذا السؤال المرارة كيفاش غادي تتعامل مع أخي الكريم أنا نقول لك سبر وزيد في سبر ديالك لبتالك الله بهذا السيداء أشغالي نقول لك إيه السبر قديت السبر ما قديتش يا أخيها تسبر كين دوا كين بيطاديم كين سبرادرا كين بيليسيلين كين مقس مقس دير واحد القطعة لا يعاون طلاق فإمساكن بمعروف أو تسريحون بإحسان بالمعروف ما قديتش سبر لا يعاون رأى المرأة متكتحس بالقيمة ديالراجل القيمة ديالو تسبر ما قد تطلق أشهر لول كتنفق الله الحرية إلى آخر ولكن بعد شهر أخرى إلى آخر يتبشيل دارهم أخوهاتي يقول لأختي واختي كنت ترى رجلك ولا أبها بنتي ما عندك ما تديري عندي هنا قد دخلي لي وتخرجي لي هنا مقانن كل الخطرة غاد يتابعوا وراكي الأخي سيري كتولي مكروها كل شي يجري عليها وما تلقاش إحسن من رجلها إلا كانت ذات طبع يعني خيب خيب أما إلا إنسان طيب إنسان طيب كنت إنسان طيب كتخرج من دار كنت إنسان طيب قد يتلقى رجلها إلا كان شي مسخوت الوالدين إلا كان شي مسخوت بحل العكس ديال هاد سيدة دي لا تحت فيه هاد سيدة دي كنقول لها يا أبت الكريم غيري سلوك واش بغيت ربي سبحانه وتعالي يرضى عليك واش بغيت الجنة واش بغيت الحياة تستقن غيري سلوكات ديال كل ما بغيت تتضرم عز وجيال كلم سي قل أعد بلانشتر لا رأى رجلي هادك رأى سيتر ديالي رأى الله كرمني بي رأى 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 وحاولوا نغيري سلوكات ديال و أنا قلت لك يا أخي الكريم بغيت تصبر يصبر ما قد يجاي راكي المقص فإمساكم بمعروف فوت سليحا بمعروف هدا من الجوج نعم غادي نشوفو اتصال هاد المرة جيل فاتيما على الخط من جرادة سلام عليكم فاتيما و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته عندي واحد سؤال أنا أطيت الولد يا شرن واحد لغلال والبعض شرن واحد و رقبت عليه لعب و بلكنها له اي استبدأها عليه بالقانون كيفاش كيفاش فاتيما سلatt يا شرن واحد الطلاط طلاط ارض ارض وujin عبر غير 250 رجل و لماذا قل على ما قل اقد قال زكاة هذا أري قل لا ولا عميه لا غير انا بوحدة انتي بوحدك صفتة ولد اختك باش يشري واحد الارض وكتبتيها لي في سميته ها كتبتيها لي في سميته هذيك الارض الشريفة الاخت الكريمة واش هذيك الارض فيها شي حاجة مثلا الفلاحة فيها غلط النار غيباش لبنيه وداره صفت بوحد أنتي نسكن فيها واخ 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 اسمعي الجواب كان عندك سؤال اخر داب اكتبتيها لي في سميته ولكن غايبني ا 맛이 bittenت عنها فاستكتني فيها انتي وانت سكنيا هو لا دورك الذكية ت slavery فاء الان لو لديك الفلوس واخ واش هونو لهنا واشlection واشسأل تول مازالين الفلوس مالشراو لا لا شرين صافي صافي كان عنteك что سؤال اخر عندك شه سؤال الحور دا لا صافي تابعينا عبر الأثير عبر الميديا قبل ما نشوف أستاذ الزكاة علشكون وش زكاة تجيب في الدار لمهيئة البناء منزل لا الزكاة لا تجيب على الأرض ولا على البيت الأرض معدة للبناء باش نبي فيها الدار ديالي ولا على البيت إلا إلا كان الإنسان يعني يتاجر كي يبني البيوت ويتاجر فيهم الأرباح اللي يربح سيخرجها اليوم أما هذه السيدة لا زكاة عليها في هذه الأرض أو في هذا البيت لا زكاة عليها إن شاء الله البيوت سيارة شي حاجة ديال الإنسان الضار ورد دياله في الحياة لا زكاة عليها الزكاة عن الفائض الفائض اللي شايت كي يتاجر فيه كي يربح فيه هنا فيه كي يزك أما البيت والسيارة والدراجة والدراجة النارية وكذا لا زكاة فيها إن شاء الله نعم نعم ناخدو تيسال آخر هاد المرة بشكل معنا طبعا تيسال أديلكم على 05-22-36-05-6-30 أولى على صفحتنا على الفيسبوك الشديف أولى كذلك يمكن لكم تواصلوا معنا من خلال الرقم ديل الواتساب اللي هو 06-65-88-44-47 06-65-88-44-47 سؤال آخر أستاذ يقول هادي حنان من إسبانيا كتقول عندي واحد سؤال عفاكم يعني قبل دورة الشهرية بثلاثة أيام يعني كيكون ذاك المقدمات ديال الدورة فهل يجوز الجماع في هاد الأيام نحن نعلم أنه في الفترة ديال الحيط فترة الحيط كل ما سبق الحيط أو بعد الحيط وملتسق بالفترة نفسها يعده العلماء حيضا فلا ينبغي فيه للزوجين أن يكون جماع نعم يجنبوا هذا لأنه فترة حيط يعني تتكون على كل حل المرأة تتعرف هذه النساء تعرفها تشيق ناخده تتسال الرحيم واد المرأة من تيتوان سلام عليكم عليكم السلام حبيبة مرحبا سباح النور ربي يخلك الله يطول عمرك ودكتور الله يوفقه الله ي реально�� بالعبا الله يرحمنا يا ربي فلا يرحمنا انا لتتقفل ساقص الدكتور على هدي لان انا بعد بعد الاحيان كان احلف على الحاجة وكانت حنيت وكان مثلا انا حلفت ما ندخلش واحد برض العائلة ديالي لنا قهروني وهدي ومما عملت العملية عندهم ومشيت نعم واضح معرفة شيء اه واخر نجيبك رح يمو عندك غير هاد السؤال شكرا لك شكرا لك شكرا لك بنا تحية لك ونجد تطوان القصة ما أستاذ واش كي تحسب في كل حالات وخامني كتكون مثلا شي حاجة بحالك داخل قطع رحم هادو يسمى حنت الحنت في اليمين نعم الكفارة ديالو اما كما قال العزوجل فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم او كسوتهم جوج او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفرتوا ايمانكم واحفظوا ايمانكم ما كيش ايمان استاذ لي ما كيت تحسبش متانا منك ترجع عليها الايمان ماذا بدأ قسمت على شي حاجة لي فيها لي ما مزيان هاش بحال انك تقطع الرحم ديالك الى رجعت احنا اتي ماشي مشكلة الايمان هي ديك اللي كحل في الانسان تيقولك والله سيدي يعني تيكونوا تيهضروا والله سيدي لها مسألة هدي كذا وكذا والله سيدي ادي ايمان لا شيء فيها لكن لما تيكون الانسان مقرر تيقولك شي ديك الدار اقسم بالله ما ندخل لها ما دام كذا وكذا وكذا هادا يولوي هادا قصر 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 حلف طيب غادي مع السيدات اللي السيدة رحموا في ديك الدار غادي مشي لعند المالي انا كنا في الدار في العملية غادي تدخل بزمنا اقصد شي فهذا غادي يكون فيها حنت حنتات فالكفارة دياله هو انها تدخل ولكن بعد تكفر ان شاء الله وتعالى باما بالاطعام عصراتي المساكن او لكسوة ديالهم او تحرير اقباتي انا كنت اعتقدة استاد ان مني زي ما سيسكون هكذا حلفت على شي حاجة لي ما خصكش تحلف عليها يعني رفع الخير يعني سالة راحيم انه زي ما مني ستترجع عليها لا شيء عليك زي ما خصك ترجع عليها لا 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 لكن حديث كين حديث يقول من حلف قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يميني من حلف عليهم فرأى ان غيرها خير منها كفر عن يميني واتى الذي هو خير نعم تكفر ادسيلا باش هكذا ما نبقاش غير قالسين وكان حيفو باش ما نجعلوش ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس نعم نعم واضح طيب المزيد من الاسئلة لديكم دائما على صفر خمسة 22 36 035 30 05 22 36 35 36 36 35 35 كيف لكم تواصلون معنا كذلك كيف مسبق وذكرنا على الواتساب راقم الواتساب طبعا اللي هو صفر 6 اه صفر سخمسة وستين تمانية وثمانين اربعة واربعين سبعة واربعين سؤال كذلك آخر يقول سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا سيدمت زوجة 14 سنة وعندي ابن صغيرة اكتشت خيانة زوج لي وعترف لي بهذا الشي يقول بأنه نادم ولكن أنا لم أستطع أنني سامح ولا أتكلم ولا أعرف ماذا أفعل أرجو منكم النصيحة ولكن ماذا شنو باش خرجوا في الأخر هل خرج بعهدين يعني ينصالح فيه أمره نادم قالت أنه نادم ولكن نادم هي ولكن ماذا بعد الندم طيب بنيتا كتقول عندها 8 سنوات عندهم بنيتا عندها 8 سنوات طيب طيب من حق كل مرأة من حق كل مرأة وقع على ذلك يعني أنها لدخل ذلك يتزعزع لأن هذه خنجر تضرب في عرض غدر لأنها غدر سواء وقع من الزوجة أو وقع من الزوج حيث دبك لكي حساب له باللارة هو المشكل غيف أنه علاقة حميمية مع مرة أخرى العكس اللارة هو تيجي ويقدر معاك وانت مأمن لي محساس بالأمان ما تيبقاش ما تتبقاش مأمن لي هادي خيانة هدا غدر هدا طعم هادي إهانة هادي الزوجة ديالك اللي تزوشيها تزوشيها عن حب اقتنعتي بها مفروض اقتنعتي بها ودرتي معها عقد فإذا بك تغديرها أو لا فإذا بك تغديرينا هنا من حق هذه المرأة تنقلها من حقنا تحسبد الإهانة تحسبد الإسميتو طيب السيد اللي دارتشي تنقل لي يا أخي الكريمة وش عارتي شنو درتي ولا ماذا عارتي شنو درتي أول حاجة أقدرتها رأقدرتها لله سبحانه وتعالى رب زفت الناس غالطين أمينة لما تيقول لك أنا تزوش على كتاب الله وسنة الرسول الله وش حالزوين هدى الكلمة هادي وتيجي لها دي الفعلات هادي تيقول لك خيانة رأ أول واحد خنتي هو الله تاني حد خنتي هو رسول الله ثالث واحد هو ديك الزوجة هنا نرجع لحديث اللو اللي كنت قلت لنا ديك ديال أنا مرد ما أجيش عندي جعت ما الله سبحانه وتعالى هوتي هدر مع رسول الله عدت مريدته فلم تعود فنفس القبيلة من كتغدرش شخص رأى كون نفس الشي يعني كتآدي يعني خليفة دي الله في الأرض كل المسلمة كل المسلمة دمه وماله وعرضه حرام تتعنيف أرضي رأى تعنيف الأرض دي المرته المرأة كتحسب واحد لإحساس أنا غريب جدا الخيانة لغضر الطعن ثم واحد لإحساس آخر خطير جدا وربما كين العيلة لما هو أنت تقول لاش أنا ما بقي تصالح حلوى له طيب إلا كان هو تيمشي الكذا وكذا أنا ما بقي تصالح حلوى إذن أنا ما صافي انتهت الصلاحية دي الانتهت أنا رأى واحد واحد والطعن خطير جدا فلذلك علش سولت واشت سيد هذا يعني بعد قال اندم لأن اندم غدر غدر واحدة أخرى واش هذا الندم ندم مع علامة التوبة علامة التوبة صحيح ولكن هل هذا الندم متبوع بالعزم على عدم المعاودة وعدم الرجوع إلى هذا الدن هذا دول خص يكون وهذا الشيء غير دابع ما هو إحنا في الأصل 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 يلي جينا الأصل عرف شريعة ما كانش لندم كان يرجمو إلى الموت في عهد يعني في الإسلام يعني هذا يرجم حيث المتزوج أو المتزوجة ما عندها حتى شيء عضر يعني هذا السيد هذا ما بقاش تنقولها دائما بعد الكلمة دي العلم النفس ما بقاش إنسان سوي أصبحت إنسانا مريضا عندك زوجة ديك هاجت شهوتك راح عندك زوجة ديك لكن المتي يقولين إنسان يعني من هادي الهادي الهادي دراه إنسان مريض دراه مريض مريض يعني الناس كيستغربوا أن مثلا بعد نيسا أو بعد رجال ما تغفروش لشريك حياتهم الخيانة وراه ربي مغفرهاش يعني ربي ما كتبش عنده واتما دبر رأسك ولكين هنا يرى ما نزل على الحد يعني صافي سلالك حياتك لا يعون إلا شوف إلا شوف إلا وقع إذا وقع في يدي السلطة يعني في حهد في حهد نبيس عسلم راه اللي جاء إلا جاء قعترف نعم ده قضية ماعز لما أزنى وراه راجاء وسول علي نبيس عسلم وعيت على العائلة دي يقولون ما ده وش شنو عندكم ما ده وش سيد بحقلو لا لما أشي بحقلو قل يا رسول الله زانيت قل لي كيف زانيت قال يا رسول الله زانيت بجيت تعرف يا رسول كيف كالمكحلة في المرودة يعني سبحان الله العظيم الناس مش بحد ده بالناس كتهضر قلت لحيا إنسان بغي يعرف غيش يقول لي والله كي يقول ابديك الكلمة لا راد السحابي عبرت عبير باليغ كالمرودة في المكحلة يه جاعت على القون دي يقول لي ماش يده ده سيد ده عندكم زيان ده سيد ده بعقلو والله يا رسول الله رب عقلو هدر هدر احكمنا وعقلو قيم علي الحد فعلى كل حال أختي الكريمة زوج يكذر لذر فعلا نحن تعتبر غدر خيانة اهانة احتقار قال لك سيد تبت وانتبعوه سيد تلبا بالدار تاب الى الله وانصلاح حاله مزيان الى شتي سيد بقي تلعب الديل ديالو أنا أنصحك لأنه ستبقى مع الحياة كلها خصوصا مع هد الموجة مع هد الموجة ديال العولمة ديال الجنس وأن الجنس يقول لي كلمة يتشرب وأن الدري صغير دير مارسل زينس والدري والمرأة والراجل يعني شنو مشكل مش مشكل حرية حرية فرضية وحرية كرامة شريتا نسمحو الآن راه والله العظيم لها در الدمر شامل لغة المشي غافقت الأسرة المسلمة والأسرة الإنسانية ككل الأسرة الإنسانية الآن تباد الأسرة الإنسانية تفتت تدمر باسم الحرية باسم ما شاء الله 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 هذي ناس كانت تحدا هذي ناس يقول الله ما يقد بالله ما يقد كيف تنصحها السيدة دباء أستاذ؟ كنت نصحها قلت لي ها ودي أنت دبشتي نحن نديري راسك هبيلة قال لي أنا أتبت الله واخا سيدي تبتنا الله سنكمل ديك الدقة و ديك الغدرة و ديك الحقرة نكملها في قلبي ماشي مشكلة ونمشي معها كذا يارب أنا غا ندير اللازم إلا السيد استقم بها نعمة مزيان إلا شتي السيد باقي تيلعب الدين اللي ألوف الان سلام عليكم الله يعاونك خليني مشي ندير عشي معاشي واحد لي قدرني انت ما بقيتش صالح الله حكم هل شي اللي غا نقول لها السيدة هاتي لان باش نقول لي يا صبري 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 واخا تشوفيك صبري لا هاتي مسألة كرامة هاتي هاتي مسألة يعني ليش تجو شي ديك دريا لاش نهار لوولي شتي هوا عشباتكم شتي تبال 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 جيبوها ليه جابوها لك هانت ده بدلا انت تتكرفس عليك تبخونها والعكس كذلك جابوه لك هانت ده بدلا انت تتكرفس عليك فالله يجاز لكم بخير راه زواج هذا راه زواج الزوجية والأسرة والمرأة الراجل راه حياة مقدسة عند الله سبحانه وتعالى لا ينبغي التلعب بهذه الأشياء فالما تقول لي الزوج كي يلعب بالديل دياله المرأة تلعب بالديل دياله هاتا راح نولين ده صغارة ستي نعم موسيقى موسيقى